لوحدي مع الكلب حرية فرغالي بتحسدوني على ايه انا كنت ملكة جمال وتشوهت وكان نفسك جوز فيديو حزين يقطع القلب يحتل الترند اصارت تعاطف رواد التواصل الاجتماعي بعد نشر فيديو على حسابها الخاص على الانستجرام الفنانة حرية فرغالي عدها 46 سنة وعانت من الوحدة بتقول نفسي كان يكون عندي اسره وبيت عايشة مع التليفون والايباد والكراءة وعندي كلب وطول الوقت مع الايباد تصدر اسم الفنانة حرية فرغالي عاوزة عريس والجمهور يتفاعل الفنانة حرية فرغالي تنهار في لقاتل في زنو بتقول نفسي اتجوز عندي 46 سنة اعيش حياتي لوحدي وتتحجب في ان كثير من الناس بيحسدوها على حياتها وقالت لهم انتو بتحسدوني على ايه انا قاعدة لوحدي مع الكلب والتليفون بتاعي ما بيرنش طوال الوقت وعايشة مع الايباد وما عنديش اصحاب ولما بنزل بلف التريك ومش بعمل حاجة في حياتي ماما ساعد بتزورني وساعدة انا بزورها وبابا كمان وكنت قاعدة عند اخويا بس هو طيار ودايما بيسافر وراني يا صاحبتي قاعدة في اكتوبر بعيد مش بنشوف بعض كتير انا دلوقتي عندي 46 سنة ونفسي تجاوز ويكون عندي اسرة مش عاوزة عيش لوحدي ودا ما حصكش لغاية دلوقتي دعولي بجد انا تعبانة نفسيا تعرضت الفنانة حورية فرغالي لحادث كسر في الانف وقعت من على دهر العظم اثناء اشتراكها في مسابقة فروسية وادى ذلك الى اصبتك لكسر في الانف وعملت اربع عمليات جراحية تجملية وللأسف لم تنجح بشكل كامل وقصارك واثر ده على شكل الانف وما رجعتش تاني لطبيعتها ودي مش اول مرة الفنانة حورية فرغالي بتتكلم عن نفسيتها الغير مستقرة ووضعها المرهج وقبل كده كانت نشرت تأثورة على حسابها الشخصي على الانستجرام وعلقت قائلة هكذا انا اصبر في اشد اوجاعي اصمت وبداخلي الف وجع ولا اشكه لأحد والكتمان هو رفيكي للأبد يا رب ما يكتب لحد الوجع يا رب اخر عملية اللهم لك الحمد اصعب وجع انك تكون لوحدك في الوجع الفنانة حورية فرغالي ولدت في الامارات ومعها الجنسية الاماراتية مسألت منتخب الامارات في الفروسية وفازت بلاكب ملكة جمال مصر 2002 ودرست ادارة الاعمال في انجلترا دخلت التمثيل 2010 في فيلم اول فيلم لها كان كلمني شكرا فيه 15 مئة و2021 اعلنت انها مصابة بالسحر وكانت مخطوبة بتحب خطيبها ولم يتم الزواج لان خطيبها مات قبل ليلة الزفاف بيوم زوجت لمرة واحدة لمدة 3 شهور وتم الانفصال نفسي اتجاوز ويكون عندي اسرة ومش عاوزة اعيش لوحدي وده ما حصلش لغاية دلوقتي ادعوه لي بالجد انا تعبانة نفسيا انا ذهب المطارين